بالمناسبة نهاردة هتولي الأرقام بتاعت المباراة النهاردة جماعة شو نقول لكم رقم مهم جدا نهاردة العين راح بكرتين فقط على الشن قدش فيهم خطورة كبيرة هذه القوة الهجومية اللي كنت بتكلم عليها من بلح انها قوة هجومية غشمة دفاع طبعا في الضياء والذيك شفت النهاردة دفاع سائي جد واستغل الأهل الاستغلال الأمس بسبب علي حط حلق واحدة حلوة قوي امام حط واحدة حلوة قوي عمر كمال عبواحي برضا حكي على الدفاع وخد واحدة وخد ضرب الجزاء دفاع حلوة قوي أرقام النهاردة فيها تفوق كامل للنادي الأهل بالمناسبة بالمناسبة الأرقام أكتر اللاعب حصل على تقييم في هذه المباراة هو امام عشور امام عشور ارحموه شوية يا جماعة فيه مبلغات كثيرة في التعامل مع امام عشور هتولي الأرقام يلا بينا ماشي هتيجي طيب دي الأرقام ايه أعلى تقييم في لعيب النادي الأهلي امام عشور سبعة فاصل سبعة من عشرة يجي بعديه وسامة بوعلي ثم سناقية الدفاع اللي هتكلم عنها كتير قوي رمي ربيع وياسر إبراهيم بعد كده يجي بقى طاهر محمد عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة أكرم توفيق عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة كله فوق السبعة باستثناء يعني ياحي عطيه طلقر قرب للسبعة وحسين الشحات ونبيل كوكا قريبين برضو بس ده التقييم بتاع لعيبة النادي الأهلي النهاردة وشين ناوي طبعا تقلق كبير بص بقى تقييم لعيبة الهلال عشان أقوليك بس إن النهاردة كان تفوق العين عفوا تفوق كاسح للأهلي سيبك من الحارس اللي شار كتير أول نهاردة خالد عيسى سبعة فاصل تسعة من عشرة طبعا تقلق كبير عشان ده يعرفك برضو إن الأهلي كسم مع الرافة الباقي كله بعيد بس تسناقي كاكو يعني ها وصل للسبعة الباقي كله لا فيه بقى سوفيان رحيمي ولا فيه بلاسيوس ولا فيه يحيى نادر ولا فيه بندر ولا فيه أي حاجة